السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبيبي ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا بخير جنالكم النهاردة بفيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي برانسيس المطبخ هنعمل مع بعض محشي بتنجان وفلفل وكمان طاجن ورق انا هنعمله بخلطة جبارة ريحة وطعم خطير خطير جدا 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 يلا بينا حبيبي نشوف عاملنا ازاي بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلى على النبي ولو مش مشتركة في القناة فضلا وليس امرا اشتراك وتفايل زر الجرس اول حاجة حبيبي اولنا البتنجان هنمسكه بقى نغسله كويس جدا بالمية من جوا من بره لحد ما ننزل كل البزر اللي باقي فيه مكان التقوير كده غسلناه ونظفناه كويس جدا 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 هنمسك بقى حبيبي البتنجان بتاعنا هننقعه بشوية مية وشوية ملح شوية الملح دول مع المية هينزل اي كمية مية سامرة باقي في البتنجان من جوا وكمان الملح هيدى طعم كويس للبتنجان علشان ميبقاش غير طعم معنا تمام هنروح بقى نعمل السلسة بتاعت المحش بتاعتنا هنجيب حل على النار نحط فيها شوية زيت محترمين نحط عليهم فلفل اغدر حامي وبارد متقطعين وهنشوحهم لحد ما الفلفل رحته تطلع معنا مش هنحمر الفلفل ولا حاجة يا دوبك هنشوحه لحد ما نشم رحت الفلفل الحامي في قلب الزيت تمام كده وبعدين هننزل عليهم ببصلتين متخرطين ناعم متخرطين يا حبيبي مش مبشورين وبرده هنشوحهم لحد البصلة ما تتبل بس معنا احنا مش هنحمر اي حاجة علشان المحش بتاعنا ما يطلعش حامي مننا ننزلنا معيها كمان بمعلقة طعم مفروم وبرده يا دوبك هنشوحها مش هتاخد حتى اللون كل حاجة بس الحطة بتطلع معنا كده تمام هنحط عليها بقى حبيبي دلوقتي معلقة صلص الطماطم ونقلبها تقليبا وننزل عليها كمان برشة سكر علشان الصلصة علشان حمودة الصلصة هنقلبهم يا قلبي كده مع بعض وبعدين يا حبيبي هننزل عليهم بعصير الطماطم الفرش كده حبيبي التزديكة بدايتنا جاهزة هيا هنسيبها بقى تتسبك معنا ونكمل بقى اللي احنا هنعمله هنسلق بقى قلبي ورق العنب لحد ما الصلصة بتاعتنا تتسبك هنا معنا حل على النار فيها مية مغلية هنواصر عليها لمونة نص لمونة وهنا معنا ورق العنب بتاعنا انا مفرزة في الفريزر هناخده بقى نسلقه انا بفرزه اقدر وما بيخدش وقت خالص في السل اول ملع ورق العنب بتاعنا لونه يبدأ يصفر اول ورقة تبدأ تصفر هنطلحها من المية ونحطها في مية ساعة يعني هنطلع من المية المغلية على المية الساعة على طول تمام كل ورقة بتفك من اللفة بتاعتنا هنطلحها اول باول كده حبيبي سلقنا كمية ورق العنب بتاعتنا كلها حطناها في مية ساعة هنغير المية دي مرتين علشان كمان نتأكد ان ورق العنب مخصول معانا كويس جدا 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 معانا هنا حبيبي الرز بتاعنا الرز مصري مخصول ومتصفي كويس جدا هنحط عليه التوابل بتاعتنا فلفل اسمر وكمون كسبرا نشفا بابريكا توابل مشكلة وتوابل محشي ورشد جسط الطيب ومعانا هنا كمان خضرة مشكلة شبهة وكسبرا وبقدونس ومتقطعين هنقلب بقى الرز في الخضار والتوابل كويس جدا لحد ما نشربهم في بعض والعصارة بتاعت الخضرة كمان تنزل في قلب الرز مع التوابل بتدي طعم هايل هايل للمحشي بتعلي التست بتاعه جدا وبتدي ريحة جبارة ودي حبيبي الصلصة بتاعتنا بعد ما تسبكت هي كمان ما عليش نسيت اقول لكم ان انا كمان حطيت عليها مكعب من الزبدة البلدي بس حطيتها في الاخر علشان ريحته تفضل موجودة فيه ريحة السامنة البلدي تفضل فيه قلبنا حبيبي الرز بتاعنا هاو كويس جدا وزبطنا الملح بتاعه يلا بقى نروح نرس المحشي بتاعنا ادي الحلة اللي هناعمل فيها البتنجان فرشنا الحلة من تحت بطاطس طرنشاط وجزر وطماطم وبصل وبرده ده الطاجن بتاع ورق العنب فرشنا نفس الفرشة بس طبعا زودنا على ورق العنب لمون متقطع شريح لمون عشان طبعا عارفين ان ورق العنب بيحب اللمون يلا بقى حبيبي نروح نحش المحش بتاعنا نحش المحش البتنجان اهو بالروس محش البتنجان بتاعنا واقف علشان لما يجي نسقيه ويستوي ما يطلعش الرز بتاعه منه وكمان برضه ما بنحشيش صباع المحش لحد الاخر بنسيف فيه فراق علشان لما يستوي الرز بيزيد ادي حبيبي ورق العنب محشي سوري محش البتنجان حاشناه وخلصنا الحلة بتاعتنا اهو بالمنزر اللي انتو شايفينه حاشنا كمان فلفل هنلف بقى ورق العنب انا بنلف الورق العنب على طول من غير مفرده على حاجه في ايز دي كده على طول طبعا الناحية الخشنة جوه والنعمة برا بنقفل الورقة من الجنبين ونحشيه ندوس على الصباع كده علشان نطلع اي سوايل فيه علشان يفضل الصباع زي ما هو نحشي معاكم واحدة كمان اهو بنلف نحيتين بنقفله ونقفل ونلف معا واحدة واحدة وبنطلع كل السوايل اللي جوه شايفينه الصباع شكله حلو الزوز غنون هنخلص بقى بقت الكمية اللي معنا كلها ونرجع لكم يا حبيبي من تاني كده خلص خلصنا محشي البتنجان والفلفل وكمان محشي وراء العنب هنسق المحشي بتاعنا هنقفل البتنجان اهو ساينان لحد نص الصباع الاخراني كده ما بنزودش الشربة عن كده علشان المحشي بتاعنا يطلع مفرفر ما يطلعش معجن وكمان يا حبيبي قلبي هنسقي محشي وراء العنب بتاعنا برضو بالشربة الشربة بتاعت محشي وراء العنب بتبقى لحد الصباع اللي قبل الاخير برضو ما بنغطيش المحشي بالشربة خالص كده حبيبي سايننا المحشي وراء العنب وحطناه على النار على نار ولما يتشرب بنوط عليه ودي محشي وراء العنب هنغطيه بوراء الزبدة وبعدين حط عليها وراء فايل واندخله الفورن علشان هنسوي وراء العنب وفي الفورن ودي حبيبي انمحشي بعد مستوى وحطناه في الاطباق كمان محشي وراء العنب والبتنجان البتنجان خطير والرز اللي فيه من جوه مش معجن خالص وما فيش رز طالع من برر الصباع خالص زي ما انتم شايفين طبعا هو سخن انا مش قادر امسكه وحط ايدي فيه دلوقتي شايفين طبعا الدخان طالع منه ازاي وهي دي توجين وراء العنب بعد ما قلبناه ريحة طبعا خرافة لو حبيبي اعجبتكم الوصفة ما تنسونيش فلايك وشير وسبسكرايب